السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دائما الجديد معكم إن شاء الله واشركم بروكة أخوتي أخوتي إن شاء الله اليوم وحد الفيديو ديال غريبة المعلكة ديال الكوكو أنتم تبعوا معي الطريقة وغنب دعلا بركات الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا يا الله ديبا إن شاء الله غادينا ندزل المقادير إن شاء الله ديبا غادينا ندروا إلى المقادير شنو كي يحتاج هادا الغريبة هادي بعد ما جبت كيلو ديال الكوكو هاد النوع هادا الكبير أنتم ما كتشوفو غادي ننقيه ونحمره غادي ننقيه وغادي نحمره في الفران بعد ما ما كملتو بالتنقية ديالو بشيكو ما ربنا يكون في شي حاجا خشي وش هكا يا زبيا لعني إذا كده الحبة اللي هي ليه يابسة ضروري الحاجة خسنا ننقيها هو هادا كله بعد ما حمر سوف الفران هو هادا ها انتم ما كتشوفو حمر سودا بغادي إن شاء الله نطحن اللوز بتاوكو ديالي اللوز بتاوكو ديالي على بركات الله على هكا في المونينيكس بالكويس هكا يا على يتحن بشوية بشوية على ما أدون درس بزيف هخصني ما نعمرش الكيس باش الدور ضغير هاد الكيس صغير اه هاخصيت تطحان مزيان وهكا كانت الصامر مع الكوكو حتى كانت ساليه بعد ما ساليته بحل هاكا يادرت معه واحد واحد الكاشية دياليالياليالكاكو والكاس ديالساني دا كاس واحد ديال سانيدة وكاتشية ديال كاكاو باش كي يجيني اللويين ديالو قهوة شوية واحد نصف كاس ديال عفوا ديال الزيت نصف كاس ما كاملش هنو عندي الواحد جوج تلاتة لمعيل قد ديال المشماش مورباد المشماش وغادي نجمع بيدي هاد المكوينة كله مع الكوكاو اللي هو مطحن هاد الغريبة هدي كتجي مع الكه كتجي زوينا صراحة كتجي واعرا في الماضق دياله وفي كل شي دياله هادي نجمع بيدي هادي اللولة هادي التانية هادي وما ثلاثة دلبيضات اللي كي هز هدا والاربعة من ثلاثة للربعة دلبيضات هنو راني درت اخوتي اربعة دلبيضات وحدة راني ما موريت هالكمش حي درت ثلاثة وعدت وحدة من فلخر هنو راني درت جوج كيوس ديال خاميره هام الله هادي ثلاثة هادي نجرع لي ها بلاسطيكا بعدها الغطيتها بالبلاستيكا و جبت سكار قلاسي و نمررها بحل هكيه بسكار قلاسي الغريبة و تعودها بسكار قلاسي و كتحطها بحلها تشكيل هذا كتجيم زيانة و كتجيزوينة المادقة ديالها رائع وهذا هو التمسيط ديالي النهائي و نترجم الله يعجبكم و أعيدكم بروق